اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورفع تقارير نصف شهرية عن حالة الالعاب المختلفة بالنادي لعرضها على مجلس الادارة المنصب ده اتطور بعد كده وبقى اسمه مرائب الالعاب وبعد كده بقى مدير النشاط الرياضي واتكلمنا عن تاريخ محمود مختار التيتش من يوم دخوله النادي الاهلي وابرز البحطات في تاريخه كلاعب وايه سبب اطلاق لقب التيتش عليه وازاي كان اعتزاله صدمة لعشاء كرة القدم واتكلمنا كمان عن دعم الاهلي للنشاط الخيري في كل المجالات وتخصيص الملعب الرئيس لاقامة مسابقات لدعم جمعية الهلال الاحمر وفرض على اعضاء دخول النادي بتذاكر في ايام المسابقات واتكلمنا عن زيادة انشطة النادي الرياضية ومشاركته بتلت فرق في مسابقات كرة السلة واشتراك النادي في مسابقات الملاكمة اللعبة اللي اسس اتحادها رجال الاهلي وكان رئيس اتحادها جعفر ولي باشر ووكيل الاتحاد داود راتب بيك وامين الصندوق رياض شوقي وعبد لطيف المردينلي كان سكرتير الاتحاد وكلهم من الاهلي واتكلمنا كمان عن قرار النادي باتخاذ لاحتياطات الكاملة تجاه قبول عضوية الاجانب كأعضاء منتسبين واخيرا اتكلمنا عن عدم توقف محاولات الاستيلاء على ارض النادي محاولات نادي الفروسية للاستيلاء على ارض النادي محاولات استمرت بعد رفض الاهلي نقل مقره من الجزيرة للعجوزة لكن خدت شكل تاني جه في جلسة مجلس ادارة النادي يوم 17 اكتوبر 1940 عرض موضوع طلب نادي الفروسية ملعب الكرة الصغير على ان يدفع نظير ذلك جميع المبالغ التي يتقاداها من الشركات ووزارة المعارف طلب غريب جداً نادي الفروسية مأجر الملعب رقم 3 وعايز كمان يأجر الملعب رقم 2 طب حيتبقى ايه للنادي وزي ما قلنا قبل كده ممكن حد يقول طب ايه المشكلة؟ ما النادي يرفض وخلاص المسألة ما كانتش سهلة كده نادي الفروسية تحت رعاية الملك فاروق وتم انشاؤه بمرسوم ملكي يعني لازم يتم التعامل مع الامر بحذر وحرص شديدين وزي ما انتم شايفين على الشاشة دي قريطة النادي الاهلي في الوقت ده يعني بالشكل ده نادي الفروسية حياخد نص أرض النادي الحقيقة يمكن لو تخيالنا نفسنا قاعدين في حجرة مجلس الإدارة وبنقرأ الطلب ده حنضرب كف على كف وبصراحة بقى مفيش غير الضحكة عالطلب ده مهو شار البلية ما يطعق طلب نادي الفروسية مش بس بياخد نص أرض النادي الاهلي لا ده كمان بينزع من النادي هويته كنادي تأسس من أجل ممارسة الطلبة للرياضة النادي الاهلي اللي أصبح متنفس الطلبة لممارسة الرياضة في ظل عدم موجود أندية مصرية وبعدين ايه يعني نادي الفروسية اقول حنتفع لكم أي فلوس بياخدها النادي من الشركات ووزارة المعارف نظير إقامة المسابقات المختلفة على ملعبه القسم مش قصة فلوس طيب لما تاخدوا الملعب التاني كمان طلبة البدارس والموظفين حيمرسوا نشاطهم ومسابقاتهم الرياضية فين أما للنادي الأهلي تأسس ليه لما يسيب ملعبه عشان فلوس عشان كده كان قرار رفض وجه في محضر الجلسة وبعد المناقشة رأى المجلس أن الحركة الرياضية في النادي ومباريات فريقه الأول والثاني لكرة القدم والهوكي وألعاب القوة كل ذلك لا يكفيه الملعب الكبير وأنه لا يمكنه الاستجناء عن الملعب الثاني بأي حال من الأحوال كان قرار قوي توقفت بعده كل محاولات نادي الفروسية للاستلاء على أرض النادي مجلس إدارة النادي الأهلي صمد في وجه محاولات شرسة اتعامل معها بكل زكاء وحنكة وروية ومن اليوم ده بدأت إدارة النادي وبكل هدوء وحاولتها لإنهاء عقد تأجير الملعب رقم ثلاثة لنادي الفروسية وأعادته مرة أخرى للنادي عام 1941 شهد وفاة ثلاثة من كبار رموز الأهلي كان عام حزين يوم 31 يناير 1941 شهد وفاة محمد محمود باشا عن عمر يناهز 63 عام ويوم 6 فبراير 1941 توفي أمين سامي باشا عن عمر يناهز 84 عام ويوم 13 أغسطس سنة 1941 توفي أطلعت حرب باشا عن عمر يناهز 74 عام محمد محمود باشا وأمين سامي باشا كانوا من اللي أمنوا بفكرة عمر لطف بك وأسسوا النادي الأهلي مع أسماعيل سر باشا وعبدالخلق سروت باشا وإدريس راغب باشا وعمر سلطان باشا وعزيز عزة باشا وحسين رشدي باشا ومستر ميتش الأنس وطلعت حرب باشا كم من كبار المساهمين الأوائل وهو اللي ضمن الأهلي في القرد اللي استكمل بيه إن شاءوا محمد محمود باشا كان أحد أبطال ثورة 2019 وصحب فكرة تكوين وفد للتفاوض مع الإنجليز للمطالبة بحق مصر في تقرير مصرها وكان واحد من الأربعة اللي تم نفيهم لجزيرة مالطة وده كان سبب قيام ثورة 2019 ده جر إنه كان وزير في عدة وزرات وتولى منصب رئيس مجلس الندار يعني رئيس الوزراء أربع مرات وأمين سامي باشا كان من رواد التعليم في مصر الناظر العاشر لمدرسة دار العلوم وأطول من شغل منصب الناظر يعني العميد لمدة 16 سنة من 1895 لغاية 1911 اهتم بالبحث العلمية والتاريخية وسب وراما راجع تاريخية مهمة أشهرها كتابه تقويم النيل في ستة أجزاء واحد من أهم مؤرخ لمصر وكان عضو في مجلس الشيوخ وطلعت حرب باشا أبو الاقتصاد المصري زي ما سمى المؤرخين وكان رفيق لعمر لطفي وتبنى أفكاره بتأسيش شركة التعاون المالي وأسس بنك مصري كأول بنك مصري ومعاه بدأ تمصير الاقتصاد المصري من خلال إنشاؤه شركات اتخصصت في مختلف المجالات زي السينما والطيران والنقل والشح والكيمويات والزيوت والمستحضرات الطبية والتخزية والملابس والألبان والتأمين المهم كان عام حزين على أعضاء الأهل مجلس إدارة الأهل طبعا نعى كل واحد منهم عند وفاته مع إيقاف الجلسة لمدة خمس دقايق وإعلان حالة الحداد بالنادي وفي الجمعية العمومية اللي انعقدت يوم 12 أكتوبر 1941 وقبل البدء في العمل أعلن سعادة رئيس الجمعية إيقاف الجلسة ثلاث دقائق حدادا على حضرات المرحومين رفعة محمد محمود باشا رئيس شرف النادي وسعادة طلعت حرب باشا وسعادة أمين سامي باشا وحضرة جورج لطفالة بك وغيرهم من الأعضاء الذين اختارهم الله إلى جواره اشتركوا في القناة جلسة مجلس الإدارة اللي انعقدت يوم 3 ديسمبر 1941 شهدت قرار من القرارات التاريخية للنادي في اليوم ده جه محضر الجلسة كالآتي وافق المجلس على تشكيل لجنة إدارة كرة القدم بالنادي من حضرة الأستاذ محمد محمد مضكور بك رئيسا وحضرتي الأستاذ ممدوح مختار والأستاذ مصطفى كامل منصور أعضاء محمد محمد مضكور بك كان عضو مجلس إدارة النادي والاتنين التانين من اللاعبين القدامى ودي كانت أول لجنة كرة قدم في تاريخ النادي الأهلي احفظوا التاريخ ده كويس 3 ديسمبر 1941 تاريخ تأسيس أول لجنة لإدارة كرة القدم بالنادي الأهلي ومن يوم افتتاح مقر النادي في فبراير 1909 لم يتوقف تطوير منشآته من إنشاء ملاعب وحجرات خلع ملابس وغيرها من عمليات التطوير المستمر وكان أكبر مشروع من مشاريع التطوير إنشاء مدرجات ملعب الأهلي وبناء المقصورة الملكية سنة 1927 وفي سنة 1941 كان تاني أكبر مشروع تطوير في تاريخ الأهلي عرضت مرة تانية فكرة إنشاء حمام سباحة للنادي المرة الأولى قلناها قبل كده وكانت في جلسة 9 يوليو 1926 وطرح وقتها عضو النادي عبد الملك حمزة بيك مسألة مشروع إنشاء حوض للسباحة بالنادي ولما تعملت مؤيسة تكاليف بناء حمام السباحة كانت مرتفعة جدا فوق أي مساعدة متوقعة عشان كده اتأجل المشروع المرة التانية زي ما جه في جلسة 19 يوليو 1941 اقترح حضرة الأستاذ فكري أبازة بيك الشروع في بناء حمام للسباحة بالنادي وبعد أن استعرض المجلس الحالة المالية قرر تكوين لجنة من حضرات السيد داود راتب بيك والأستاذ فكري أبازة بيك والسيد رياض شوئي لفحص الاقتراح من جميع وجوهه وتقديم مشروع بالمؤيسات الكاملة والمواصفات التي على أساسها يمكن ترحو في المناقصة إنشاء حمام سباحة كان رغبة قوية لأعضاء الأهل علشان الأعضاء يمرسوا السباحة من ناحية ومن ناحية تانية لأن فرق السباحة وألعاب الماء اللي تكونت من سنتين تلاتة بتمارس تدريباتها ومسابقتها خارج النادي وكانت حمامات السباحة في القاهرة كلها معدودة القاهرة كان فيها حوالي ثلاث حمامات سباحة فقط وده لأن تكلفة بناء حمام سباحة كبيرة جداً أكبر من طاقت أي نادي ومع الانتشار السريع لممارسة السباحة عند طلبة المدارس وزيادة عدد الأندية الممارسة للسباحة وألعاب الماء باقت الأندية والمدارس بتعاني في ترتيب موعيد للتدريب وكمان التحدي السباحة بيعاني لتنظيم مسابقته فأصبح إنشاء حمام سباحة في النادي مطلب ضروري جداً رغم ارتفاع التكلفة الإنشائية وبدأ عمل اللجنة اللي المجلس شكلها من ناحيتين الأولى تقديم مشروع بالمؤيسات الكاملة والمواصبات لحمام السباحة والتانية طرق تمويل بناء الحمام في الوقت ده كانت وزارة الشؤول الاجتماعية هي المسؤولة عن الرياضة بتدرس بناء حمام سباحة جديد وتشوف إيه أفضل مكان يتم فيه بناء حمام السباحة بحيث يردم طلبة المدارس وغيرهم من أبناء الشعب وفكرت إن المكان الأنسب هو النادي الأهلي عبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤون الاجتماعية اتكلم مع جعفر ولي باشا رئيس الأهلي عن رغبة الوزارة في بناء حمام سباحة وليه ما يبقاش في النادي الأهلي انتوا عارفين الأول مين عبد الحميد عبد الحق باشا ده يبقى أخو أستاذنا الفنان والملحن الكبير عبد العظيم عبد الحق عبد العظيم عبد الحق مثل أعمال كتيرة قوي ويمكن معظمها فاكرينها الغد دلوقتي ولحن أغاني كتير منها أغنية مثلا أغنية رايداك لليلة مراد أكيد أن أغنية مقلاف ودنانة اللي هي رايدك والنبي والنبي رايداك أظن على طول بتستعيدوا إيه الأغنية أول ما وعمل كمان أغنية مهمة جداً بنحبها قوي كانت لمحمد أندير اللي هي كان بيقول فيها إيه ساحب رمش ورد الباب كحيلة داب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب 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 ساحب وتحت الشجر يا وهي بقى يا مكالنا بورتقان وغرها وغرها الصدفة وحدها كانت سبب بقى في طلاقي الرغبتين اللي هو رغبة عبد الحميد عبد الحق باشا ورغبة النادي الأهلي جعفر ولي باشا طلب من وزير الشؤول الاجتماعية إرسال خطاب للنادي الأهلي لبحث الطلب وشروط الوزارة لجنة حمام السباحة درست شروط الوزارة وتواصلت مع المسؤولين فيها ورفعت تقرير شامل كامل لمجلس الإدارة وفي جلسة 29 سبتمبر اتكلم حضرة المحترم الأستاذ تخلوا بالكم الاسم ده مصطفى أمين يوسف مين مصطفى أمين يوسف؟ اللي هو نفسه مصطفى أمين الصحفي الكبير اللي أسس هو واخوه التوأم علي أمين دار أخبار اليوم الصحفيين وخالهم الزعيم سعد زغلوه ومصطفى أمين كان عضو مجلس إدارة الأهلي في الوقت ده المهم مصطفى أمين قال إيه؟ قال إن معالي وزير الشؤون الاجتماعية اعتمد فتح اعتماد بمبلغ 3000 جنيه للصرف منها على بناء الحمام المطلوب ولما قام حضرة المهندسين أحمد إبراهيم كامل وإسماعيل نظيف بعمل الرسم والمقياسة الابتدائية له اتضح أن الحمام يتكلف 7000 جنيه فأبضيت جملة اقتراحات للحصول على باقي التكاليف فذهب حضرته اللي هو مصطفى أمين ومعه حضرة المحترم الأستاذ فكري أبازة والأستاذ إسماعيل نظيف والأستاذ أحمد إبراهيم كامل إلى حضرة صاحب السعادة أحمد عبود باشا الذي أظهر استعداداً لسداد باقي جميع التكاليف لإنشاء الحمام أحمد عبود باشا كان واحد من أكبر رجال الأعمال في الوقت ده وكان من كبار أعضاء النادي الأهلي وكانت مساهماته المالية في النادي الأهلي عظيمة جداً للدرجة اللي أعضاء الأهلي طلبوا بعد كده أنه رشح نفسه رئيس للأهلي وبعد سنوات من تبرعه لإنشاء حمام السباحة أصبح أحمد عبود باشا رئيس للأهلي في فترة من أزهل فترات في تاريخ النادي الأهلي وده حنتكلم عنه في حينه المهم في نفس جلسة 29 سبتمبر تم عرض مذكرة قدمها الاستشاريين للمشروع وكانوا تنين مهندسين من أعضاء النادي وهم إبراهيم أحمد كامل وإسماعيل نظيف عرضوا فيها التصميم الابتدائي لحمام السباحة ومكانه المقترح وأكدوا إن في اجتماعهم السابق مع أحمد عبود باشا قرر إنه حيزود النادي بالحديد والأسمنت بأسعار مخفضة وكده هيكلف النادي 6000 جنيه بس يعني كده تكاليف إنشاء حمام السباحة اتغطت تماماً وبعد عرض الموقف بالكامل على مجلس الإدارة قرر المجلس الموافقة على عرض وزارة الشؤون الاجتماعية وأرسل خطاب ألف إيه؟ بناء على رغبة الوزارة في اختيار النادي الأهلي لإنشاء حمام للسباحة في أرضه باعتبار أنه أوسع النوادي مساحة وأقربها للمدينة وأنه يضم أكبر عدد من الأعضاء من مختلف الفرق المدرسية وغيرها في المباريات العامة الموضوعة على خطته القومية في فتح أبوابه لطلبة المدارس والناشئ الحديث الذي يدرب بأسلوب وبنظام خاص على ممارسة مختلف دروب التربية وبما أن معليكم بناء على الأسباب قد طلبتم إلى النادي أن يقبل إنشاء حمام السباحة في أرضه بشرط أن يخصص أربعة أيام كل أسبوع لجمهير الشعب حسب النظام الذي تضعه الوزارة مع إدارة النادي فأتشرف بإبلاغ معاليكم أن مجلس إدارة النادي تشجيعا لهذا النوع المحبوب من الرياضة قد قبل هذه الأسس مع تقديره العظيم لعطف معاليكم على الرياضة البدنية النادي الأهلي اتأسس من أجل ممارسة الطلبة للرياضة وأصبح نادي الشعب فكم من الطبيعي أنه يوافق على طلب بزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص أربع أيام في الأسبوع لجمهير الشعب تمارس فيها السباحة رغم أن مشاركتها في مشروع بناء حمام السباحة أقل من نص التكلفة لكن الهدف في النهاية واحد خدمة المصريين والأهلي نادي تأسس عشان يكون نادي المصريين استمرت أعمال لجنة إنشاء حمام السباحة وفي جلسة 25 نوفمبر 1942 قرر مجلس إدارة النادي معيال في البند ثانياً أن يكون النادي هو المشرف على إدارة الحمام وأن يتولى سداد مصروفاته الجارية وصيانته وترميمه كما يستولي على إراداته في البند رابعاً بما أن النادي سيساهم في هذا الإنشاء بثلاث آلاف جنيه الذي وعد حضرة صاحب السعادة أحمد عبود باشا بالتبرع بها وبما يزيد عن ذلك من ماله الخاص فتعد المكاتبات الرسمية لإضاحة هذا الوضع بحيث يكون ملكية الحمام وإدارته والإشراف عليه خاص بالنادي الأهلي تغطية تكاليف إنشاء حمام السباحة تمت بنجاح وجه الدور على الخطوات الإدارية المناقصات وموافقات مصلحة المباني ونظام إدارة الحمام بعد إنشاؤه وغيرها وغيرها اجتمعت لجنة حمام السباحة وحطت كل تفاصيل كراست الشروط لبناء الحمام واللي بناء عليه حيتم بطرح عملية بناءه في المناقصة وتحدد يوم السبت عشرين فبراير الف تسعمية تلاتة واربعين معاد فتح المظريف وعمل المناقصة والترسية على المقاول صاحب أفضل عرض من حيث الجودة ومدة البناء والتكلفة وانعقدت اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة لمناقشة العطاءات ومن بين خمس مقاولين تقدموا لتنفيذ عملية بناء حمام السباحة تمت التسريع على المقاول محمد بيك حسن العبد وكان العطاء المقدم منه بقيمة خمس تلاف ستمية واحد واربعين جنيه وستمية مليين وبعد العرض على مجلس الإدارة قرر جعفر ولي باشا رئيس النادي لاتصال بالمقاول للتفاوض معاه على تخفيض المبلغ وفعلا أصفرت المفاوضات عن تنازل المقاول عن مبلغ خمسمية جنيه بصفة تبرع منه للنادي وبكده أصبح العطاء بقيمة خمس تلاف واحد واربعين جنيه وستمية مليين تم اختار وزارة الشؤول الاجتماعية رسميا بكل تفاصيل المناصر فأرسلت الوزارة للنادي شيك تبرع أحمد عبود باشا ومعاه شيك بالمبلغ اللي خصصته للمساهمة في بناء حمام السباح وصدر القرار النهائي بالترسية يوم 17 سبتمبر 1943 وفي يوم الأربعاء 29 سبتمبر 1943 قرر المجلس صرف مبلغ 900 جنيه إلى حضرة صاحب العزة محمد حسن العبد بيك المقاول كدفعة أولى طبقا لشروط التعاقد وبالشكل ده بدأ العمل على الأرض لبناء حمام السباح الحمام اللي لسه موجود لغاية دلوقتي ببقر النادي في الجزيرة وكان الأهلي أول نادي مصري يكون بين جدرانه حمام سباح في الوقت ده فرق السباحة وكرة الماء بالنادي كانت بتمارس تدريباتها خارج النادي زي بقى الأندية وفازت ببطولات القاهرة والجمهورية كرة الماء في الوقت ده كانت رابع لعبة جماعية لها دور منتظم بعد كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكان تفوق الأهلي كاسح في اللعبة وصاحب الريادة فيها على كل الأندية وزي ما ذكرت صحف الوقت ده صحيفة الأهرام مثلا جه فيها فاز فريق الأهلي لكرة الماء ببطولة القاهرة لهذا العام بانتصاره على جميع الفرق التي نازلها وأحرز كأس الدكتور عبد السلام الحمامسي وكأس المرحوم داود راتب وكأس الفريق عمر فتحي باشي وهذه بداية حسنة جعل رجال النادي يهتمون بالسباحة ويعنون بلاعبيها لا سيما بعد إنشاء الحود الكبير الذي سيفتتح قريبا في حفلة رسمية دي كانت بطولات منطقة القاهرة وعلى مستوى الجمهورية نشرت الأهرام انتهت البطولة بفوز فريق الأهلي على فرق الحرس الملكي ويونان الإسكندرية وكذلك فاز فريقه تحت 25 سنة بالمركز الأول كما فاز فريقه تحت 20 سنة بالمركز الثاني وسبقه في هذه البطولة فريق التوفيئية بالمركز الأول وتلاهما فريق المعارف كمان استمر تفوق الأهل في لعبة الهوكي وكانت خامس لعبة يتم تنظيم دوري لها بعد كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة المعنى وذكرت الأهرام إن الأهل فاز فوس كاسح في لعبة الهوكي على نادي فاروق اللي هو الزمالك حاليا وقيمت المباراة النهائية على كأس الإتريبي بيك بين الأهل وفاروق على أرض السكة الحديد يوم الخميس الماضي وفاز فيها الأول بسبع إصابات وقلنا سبع إصابات يعني سبع أهدف يعني الأهل فاز على الزمالك في الهوكي سبع سفر وكانت نتيجة كبيرة جدا سبع سفر وكمان في تنس الطولة الأهل كان متفوق وزي ما جيب صحيفة الأهرام فاز النادي الأهل هذا العام ببطولة القاهرة لتنس الطولة لفريق الرجال وفي فرق الأنسات فاز فريق الأهلي بالأولوية والثاني فريق الأهلي به يعني الأهلي شارك بفرقتين للأنسات فازوا بالمركزين الأول والتاني والخبر كمان قال وفي البطولة الفردية فاز كل من الأبطال الأول مصطفى أبوهيف من الأهلي والثاني حسين البشلاوي والثالث توحيد هلال وفي البطولة الفردية للأنسات الأنسة بيا فسليادس من الأهلي والثانية خديجة رفعت من الأهلي وفي زوج الأنسات فازت تدي وبيا من الأهلي وفي الزوج المختلط فازت نفيس الحفني ومصطفى أبوهيف من الأهلي يعني الأهلي اكتسح بطولات تنس التولة في الفرق والفردي بكل أنواعه وذكر التقرير السنوي للنشاط في النادي والمقدم للجماعية العمومية الأتي كان النادي في العامين المنصرمين في طليعة الأندية المصرية في جميع الألعاب التي تم إدارتها يعني تم تنظيمها وكان النظام والروح الرياضية الحقة والخضوع للقوانين في مقدمة المسائل التي عني ببثها في جميع نفوس اللاعبين وتبع ذلك بطبيعة الحال تقدم رياضي من النحية الفنية حتى بلغ اللاعبون في فرق النادي مستوى عالي كانت له قيمته في مختلف أنواع بطولات القطر ومع النشاط الرياضي استمر الأهل في عمل العشاء السنوي لأعضاء العشاء ده كان بيحضروا مين عمال النادي وسائقية وكان بيقوم على خدمتهم أعضاء النادي وأعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية وجه في جلسة 4 يناير 1943 الموافقة على إقامة العشاء السنوية في مساء يوم الجمعة 8 يناير 1943 وفتح اعتماد قدر عشرة جنيهات لسداد ما يزيد عن المصروفات التي تقتضيها إقامة هذا العشاء وعلى العشاء الذي يقدم لعمال النادي وسائق سيارات حضرات الأعضاء في نفس الليلة كانت سنة حميدة متفردة سنها الأهلي بعد حفل عشاء العضاء بيتعمل حفل عشاء للعمال والسائقين وكمان استمرت حفلاته السنوية في جلسة 13 فبراير 1943 ناقش المجلس البرنامج اللازم عرضه في الحفلة الساهرة السنوية للنادي بدار الأبرا التي تقرر إقامتها مساء يوم الجمعة 12 مارس 1943 وبعد أن استعرضت مختلف وجهات النظر بأن يكون قوام الحفلة قطع مصرحية مختلفة موسيقية وجنائية وتمثيلية أو أن يتولها أحد الفرق المصرية استقر الرأي على أن يطلب من فرقة الأستاذ نجيب الريحاني تمثيل رواياته الجديدة مرقص وحسن وكهين هي مكتوبة كده نحن نعرفها حسن ومرس وكهين وأن يتخلى الفصول الرواية بعد المونولوجات وكمان استمرت الأعمال الخيرية ففي جلسة 12 مايو 1943 عرض الاقتراح الخاص بمساهمة النادي في يوم المستشفيات وتقرر الموافقة على إقامة حفلة ساهرة تحييها الأنسة أم كلثوم بحديقة النادي مساء يوم 24 مايو 1943 ويخصص صافي دخلها ليوم المستشفيات عام 1943 كان عاما حافلا بالإنجازات والأعمال العظيمة في كل النواحي لكن نهايته شاهدت حدث جلل أصاب أعضاء النادي ومحبيه بحزن شديد الحدث ده هنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة